أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعتنا ليوم الثلاثاء يوم خمس نيسان طبعا القمر موجود في منزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع كمثل استخراج السموم وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد طبعا القمر سيظل في هذه المنزلة لغاية الساعة 11 و36 دقيقة صباحا من صباح اليوم الثلاثاء لا ينتقل بعدها لمنزلة الهنعة وهي المنزلة موجودة في برج الجوزاء وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول طبعا القمر من الآن لغاية ساعات الصباح وموجود في برج الثور فعشان هيك نظل نشعر بالحذر أكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا إلا ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج إدخاري يمكننا شراء عقار ماء أو استيجار بيت جديد أو قضاء وقت ممتع بالبيت ومشاهدة التلفاز أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا الزوايا البطيئة في عنا زاويتين مستمرات وزاوية بطيئة برضو اليوم رح تتشكل ذروتها الزاوية الأولى اللي رح نحكي عنها هي زاوية الاقتران الإيجابية بين عطارد وبين الشمس وهاي طبعا حكينا أنه ذروتها رح تكون الساعة 11 و 10 مساء من مساء اليوم من مساء يوم 2 4 إلى 4 ومستمرة هي طبعا بتأثيراتها لغاية يوم 6 أربعة وعند حدوث هذا الاتصال دائما بتتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي كان صعب علينا أو تعذر علينا فهمه وبيزداد التوجه لإجراء الاتصالات والتنقلات أو السفريات الضرورية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران برضو إيجابية بين المشتري وبين نبتون وطبعا هاي زي ما حكينا أنه هي تأثيراتها لغاية يوم 25 أربعة ذروتها يوم 12 أربعة في ساعات العصر هي مناسبة للإلهام والأرباح والأرباح المالية عن طريق توسط صديق أو جمعية وهاي فترة بتنتهي من خلالها وضعية حارجة ومنبدأ شيء مرحلة جديدة ممكن يقع البعض في حب من أول نظرة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل طبعا هي في زاوية بطيئة اللي هي زاوية الاقتران السلبية اللي بين المريخ وبين زحل وهاي طبعا اليوم الساعة وحدة 51 دقيقة صباحا رح يصير دروة هاي الزاوية اللي حكينا عنها من الأيام الماضية إنها بتزيد من المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة كمانها بتزداد العصبية وعلينا يجب أن نتمالك عصابنا ضبط النفس عند التعامل مع الغير ويلازم نتجنب المواجهات بيتفاقم أي شعور بالملل وبيتحول لامتعاض داخلي وبينعكس على علاقاتنا مع الغير بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة وحدة 52 دقيقة صباحا أكثر المتضررين هم اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية لأنه بالفترة هاي بهاي زاوية سلبية بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بصرف دون حساب يعني نوع من أنواع التبذير وهاي الزاوية تعتبر هي آخر زاوية بعدها بيبدأ عنا قلو المسار يعني آخر زاوية ما قبل قلو المسار قلو المسار رح يبدأ ساعة وحدة و 52 دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة 3 و 4 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدان فيه قبل خلو المسار الساعة 3 و 4 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش القمر بنتقل من برج الثور لبرج الجوزاء وبيستقروا ببلش يشكل أول زوايا عشان هيك من الساعة 3 و 4 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش في هاي الفترة ما بعدها برضو مننشط في اتصالاتنا وبنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبرضو بوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بعدها هاي الزاوية في عنا اللي هي الحركة الفلكية اللي كثير من الأشخاص أو معظم الأشخاص بيتمنوها وبينتضروها اللي هي انتقال كوكب الزهرة من الدلو للحوت وهذا الانتقال راح يكون في تمام الساعة ثلاثة وسبعتاشر دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش طبعا هذا الانتقال احنا عملنا حلقة موجودة صارت موجودة على القناة لازم ترجعوا وتسمعوها لأنها فيها فائدة كثيرة لجميع الأبراج ولازم تركزوا فيها بشكل جيد عشان تعرفوا الفترة القادمة اللي هي فترة الشهر القادم تقريبا ايش اللي راح تحصلوه وتحصدوه من نتاج طبعا زي ما حكينا انه كوكب الزهرة راح ينتقل في ساعة ما بعد العصر اللي هو الساعة ثلاثة وسبعتاشر دقيقة لبرج الحوت ورح يمكث في برج الحوت لغاية مساء يوم اثنين خمسة يعني للساعة أربعة وعشر دقائق مساء بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا طبعا احنا تقريبا يعني راح نلغي بعض الأمور الصحية اللي كنا نركز عليها بالفترة الماضية عشان نختصر من حجم الحلقات الا اذا انتوا شايفين انه لا نظل نذكرها اللي هي لها علاقة بعضاء الجسم الحساسة اللي لازم نوفر لها العناية الإضافية الأمور اللي إلها علاقة بمطعم كورونا اللي إلها علاقة بالأمور الأخرى فاكتبونا بالتعليقات اذا انتوا بدكوا إيانا نظلنا نذكرها ولا نتوقف عن ذكرها طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما فيه أي مشاكل برضو هذا اليوم جيد لالعمليات اللي هي اللي إلها علاقة بقص الشعر التجميلي مثل الصبغ وقص شعر العلاجي برضو هاي فترة مناسبة ولكن لا يصلح لزلت الشعر الزائد وما زال الجو مش مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج الجوزاء خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس سبعة أربعة بيبدأ خلو المسار الساعة ثلاثة واربعتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وتسعة وثلاثين دقيقة بعد العصر لا ينتقل بعدها القمر ويستقر في برج السرطان بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره أربعة أيام في تمام الساعة خمسة وعشر دقائق صباحا بتوقيت جرينتش بيصبح خمس أيام نسبة الإضاءة عشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة سعيدة بنسبة ستين في المية القمر في الثور بده ينتقل للجوزاء ورح يمكت في الجوزاء لغاية يوم سبعة أربعة طبعا هو منتحس الآن بنسبة أربعين في المية في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة خمسة عشر في المية في ساعات المساء عند المغرب تقريبا بصير سعيد بنسبة خمسة عشر في المية عطارد في الحمل طبعا حتى يوم 11 أربعة هو سعيد بنسبة 45% الزهرة في الدلو بدأت انتقل للحوت زي ما حكينا وهي طبعا في الحوت رح تمكت لغاية يوم 2 خمسة منتحسة الآن هذا اليوم بنسبة 60% بسبب الانتقالات وبرضو بعض الزوايا اللي بتشكلها المريغ في الدلو حتى يوم 15 أربعة منتحس بنسبة 25% المشتري في الحوت حتى يوم 10 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4 ستة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح ما زالت لهو صباح اليوم ما زالت الأجواء طبعا القمر ما زال موجود في بتاور فعشان هيك يحمل معاه فرص مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم وممكن تعالجوا استحقاق مالي ولكن بتكون تنتبهوا من زيادة في المصاريف وصرف الأموال أما في ساعات الفجر بتنشطوا في الدراسة بالسفر بالاتصالات وبصير هذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار عشان هيك تكونوا عنصر إيجابي ما تتسببوا بالنفور للأشخاص اللي بتتعاملوا معهم عشان تكون الفترة ناجحة اتفاهموا الآخرين وابقوا هادئين اتفاوتوا عليكم فرصة المصالحة والتسوية بل حاولوا انك تكرروا المحاولات السابقة ما تستسلموا وحاذروا من السرعة وسوء التفاهم برج الثور طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي وهذا الأمر رح يستمر لغاية ساعة الفجر من ساعة الفجر هنا بصير اليوم بيحمل معاه فرص مالية وممكن تكون هاي الفرص مفاجئة بالنسبة لالاك وتدخل تحسين على ميزانيتك ابتنشطوا بالاتصالات والزيارات وبتهتموا للترويج لخطة او للقيام بزيارة اهم اشي انه انتوا تبادروا بهذا الاتجاه علجوا المسائل الادارية والتمويلية اللي ممكن تطلب منكم توقيع ومتابعة لدى بنك او مؤسسة او حتى مع افراد انتم التزمين لهم بديون برج الجوزة ما زالت الاجواء بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا انكم تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون اهمال صحتكم حتى ساعات الفجر من ساعات الفجر او الصباح تقريبا هنا بتصبح الاجواء عالية جدا وقوية جدا وثقتكم بانفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبادروا خلال هذا اليوم لخطوة جديدة داعم من مركزكم الاجتماعي طبعا وجود القمر في برجكم رح يعمل الفترة هاي مميزة جدا وبدعوك الجو لبذل الجهد من اجل اشاعة السلام وابلوغ التفاهم وتعتبر هاي فترة ممتازة جدا واكثرها دعم بالنسبة للك فعشان هيك خذ المبادرة وكون شجاع برج السرطان بالظل الاجواء جيدة على مستوى لقاء الاصدقاء وتعاونهم معكم وممكن يفاجئكم احدهم بتصرفاته او بطلباته طبعا هذا الامر رح يظل لغاية ساعات الفجر من ساعات الفجر بيتطلب منكم هذا اليوم اجمالا من الفجر وما بعد عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولونك تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون اهمال صحتكم لانه القمر صار موجود في بيت المتاعب ما تراهن على الحض ممكن تعاني من بعض الركود ومراوحة المكان فعشان هيك ما تجازف لا بصحتك ولا بعلاقاتك الافكار بتكون مشوشة والظروف بتكون مخيبة للامل برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا القمر الآن بده ينتقل من البيت العاشر لبيتك 11 اللي هو بيت الاصدقاء ولكن من الآن لغاية ساعات الصباح بظل الجو مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل او بيرغبوا في ادخال تعديل على طبيعة عملهم بغسعكم اثبات جدارتكم للمسؤولين اما في ساعات الفجر وما بعد بتسعدوا من لقاء الاصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجعكم احدهم بالتصرفات او بطلباته بترافقك رياح معاتي رغم الضغوطات فعشان هيك كرر المحاولة اذا اردت الدعم وتأييد فهي فترة مناسبة لالانضمام الى جمعية او مؤسسة بتطلاق مع طموحاتك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا من الان لغاية ساعات الفجر ممكن يصلكم خبرا من بعيد او بتنجحوا بامور الهلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بيأحباكم ولكن من ساعات الفجر وما بعد القمر بيصير موجود في البيت العاشر فبيصبح الجو مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل او بيرغبوا في ادخال تعديل على طبيعة عملهم بوسعكم اثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة هاي مهمة على الصعيد المهني ولكن وعلى الاجتماعي حتى ولكن ممكن يكون في نوع من انواع القلق حول احد افراد العائلة بتواجه مسؤولية او عبء مهني فعشان هيك حاول انك خلال الفترة القادمة ما ترتبك في المواقف الحساسة لانه الجو العام بيكون في نوع من انواع الصعوبة والامتحانة برج الميزان ثم فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكي او تعويض من الان لغاية ساعة الفجر وبتظل صحتكم او صحت قريب لالكم بحاجة للرعاية من ساعة الفجر وما بعد ممكن يصلكم خبر بعيد او تنجحوا في امور العلاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح عالية بشكل كبير وهنا بتعودوا للامساك بزمام الامور وهي فترة ايجابية جدا بيسهل خلال هالحوار وبتفرحوا بخبر او تجاوب احباكم او معارفكم معكم برضو بتحمل لما وليد برج الميزان سفر محتمل بالفترة القادمة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا الفترة هاي مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم من الان حتى ساعات الفجر من ساعات الفجر وما بعد بتتغير الاوضاع وبتمنحكم فرصة لمكسب مالي الوصلا بشراك او تعويض صحتكم او صحت قريب لالكم بتكون بحاجة للرعاية عشان هيك ممكن تفكر بخلال الفترة هاي بمستقبلك بشيخوختك تشعر ببعض الارهاقات من وقت لاخر لان طاقتك بتكون ضعيف شوي فحاول انك انت تأخذ المبادرة في الاتجاه المذكور اللي هي انك تفكر في مستقبلك قدم التنازلات وتراجع عن خطوات وقرارات برج القوس طبعا القمر هو في مراحل المقابلة لموليد برج القوس فعشان هيك ما الان هو في البيت السادس بده ينتقل للبيت السابع رغم تراكم العمل انتم قادرون على انجاز حصة الاسد منه بتقدر تنظموا جدوى الغذائكم وتأخذوا قسط كافي من الراحة من الان لغاية ساعات الفجر اما من ساعات الفجر طبعا القمر رح يصير مقابلكم تماما فهذا يوم بصير مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم عشان هيك برضو بتكون حذروا من الانفعالات لانه عصبيتكم بتكون مرتفعة شوي وبيصعب التفاهم معكم ممكن تقعوا في ورطة انتم بغنى عنها اذا ما داركت الامور الجو متوتر وممكن تظهر هاي الفترة مشاكل طارئة عشان هيك تكون صبور ما تتدمر لانها هاي فترة خالية من الحضود برج الجدي ابترغبوا في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني لاجواء جميلة وداعم لالكم حتى ساعات الفجر وبظل الحظ حليف لالكم ولكن من ساعات الفجر القمر رح ينتقل للبيت السادس اللي هو بيت العمل والصحة فبرغم تراكم العمل انتوا عندكم قدرة على انجاز حصة الاسد من هذا العمل فاهم من شين تنظموا جدول غدائكم تاخدوا قسط كافي من الراحة ما تلتهوا بالقشور والامور الثانوية اعتمدوا على جهودكم وطاقتكم لحصد النجاحات والارباح راقبوا وضعكم الصحي لان الفترة هاي برضو زي ما حكينا قلق اما على العمل او على الصحة برج الدلو بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية الاجواء جيدة ودعم للكم بشكل قوي على المستوى الهد والعلاقة بالبيت والعائلة والمسكن لغاية ساعات الصباح او لغاية ساعات الفجر من ساعات الفجر الاجواء رح تتغير بشكل كامل لا صالحكم بشكل اقوى فبترغبوا في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ومارسة نشاط فني وبيطمعن بالكم نسبيا وممكن تجدوا اليوم حليف يدعم تصوراتكم اهم شي انه ما تستسلموا بل كرروا المحاولات بترغبوا في استكشاف مناطق جديدة وبتميلوا للسفر والمشاركة في رحلة عمل الاجواء رومانسية وناجحة ولكن ممكن يكون فيها بعض القلق حول احد افراد الاحبة برج الحوت بتنشطوا في امور الهلاقة بالدراسة والسفر والاتصالات من الان لغاية ساعات الفجر وبتظل الاجواء مناسبة للخروج في نزهة قصيرة او التعامل مع اخ او جار ولكن من ساعات الفجر القمر رح ينتقل للبيت الرابع فهنا بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية اهم شي انكم ما تسمح لعواطفكم بالتأثير على سلوككم واداكم لا تنفعلوا حتى لو شعرتوا بالانزعاج اسعوا لتحسين موقعكم في العمل ولا تثبيتوا قدموا المساعدة للاشخاص اللي بيحتاجوها الفترة ايجابية ودعم لالكم بشكل كبير هيك من كون انتهينا من توقعتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الي اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد انت